السلام عليكم ورحبا بكم في قناتكم شهوات ومسلمات. اتمنى تكونوا بخير في افضل احوال. اليوم كيف ما كنتشوفوا معايا غدي نقدم معاكم اولا غدي نحطر معاكم ليمينيكيك كوريا اولا ليمينيكيك دي الكوريا اللي داري نضجف مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سهلة ومبسطة وباشكال مختلفة وبمضاقات مختلفة اتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم ولا بتتعرفوا المكونات تتبعوا معي الفيديو للاخير. اول حاجة كنحضر الجينواص دينا نسبق لي وحد درسها معكم في القناة سوف نخليكم الرابط دينا في صندوق الوصف وكنخلي حتى كتبرد عندي وكنقطع هكا بدوائر صغيرة بوحد الايطار دائري للقطر ديالو 12 سنتيم كنقطع هكا 12 قطعة باش كياتين هكا اربعة ديالي كيك اولا ديالي مينيكيك كوريا وكنخليهم هكا على الجنب. وكندوس باش كنحضر الكريمة دي اه كناخد هنا الكريمة السائلة عندي تقريبا كأس ونصف ديال الكريمة السائلة قد نطربها زيان الخاصة بالحلويات كتكون حلوة وإلا كانت عندكم مشي حلوة كنضيفوا لها الكيمية ديال السكور كتبقى على حسب الضوك. إلا ما توفرس عندكم الكريمة السائلة كتضيفوا بودرة الشونتي وكتضيفوا لها كأس ونصف ديال الحليب البارد. وكنطربوها بها الشكل هذا. فنستمر في التطرب حتى كنطلعت قريبا في مصف ديال الوقت اللي خاصة نطربها فيه يعني قبل ما طلعن زيان كنطيف لها جوج ديال الملاعق كبار ديال الجبن آآ بدون ملح يعني جبن مثلا في لدي الفياء اول اشي جبن هكا اللي كتستعمله انتوما ما تكونش فيه الملح. وكم ده كنطرب حتى غدي طلع عندي الكريمة ديالي ما كنطلعش بزال باش ما تقصحش معايا وما تساعدش في الخدمة كنطلعها بالقياس اللي خاصة تكون فيه يعني ما كنطلعش بزا حتى كتقصح عندي بهذا القاوم هذا كيف ما كتشوفو بعد ما طلعت الكريمة ديالي غدي ناخذ واحد الكيمية قليلة وغدي نديره في واحد زليفة هكا صغيرة اولا في شئين اللي آآ اللي بتوفر عندكم وكنضيف هنا الروح ديال اولا النكهة ديال الفارولة ديال الفريز النكهات انتوما كتخساروا اي نكهة بغيتو انا ده بغدي ندير معكم بزبدي النكهات انتوما هتشوفو معايا سوفيك نخلط آآ الخالط ديالي ديال الكريمة كيف ما شفتو وكناخد الدائرة اللولة ديال جينواز وكنسقيها بالسيرو اللي حضرتوه من قبل آآ السيرو وضعت فيه كأس ديال السكر آآ كأس عفون ديال الماء معنزكك ازياد السكر وكنخلي متى كيوصل لدرجة الغليان وكنتفع 내일 وكنخليه بعد السقي وكان اضع شوية ديال الكريمة الي خلاط معها اولا النكة ديال فارولة وكنوضع ثانية قطعة اخرى تيال جينواز ديالي وكنسقيها بنفس الطريقة وكنوضع ثاني الكريمة ديالي فيها الروح ديال فارولة أو لنكة ديال الفارولة وكنوضع القطعة التالثة وكنضغط شوية وكنسقي بنفس الطريق. هنا في هات المرحلة انا غادي ندي الكريمة آآ آآ يعني بيضاء ما في هاته شي نكهة. النكهة دي الفرة ولا درتها في الوسط. وغادي نغلفها بالكريمة عادية يعني كريمة بيضاء ما في هاته شي لون ولا نكهة. وغادي نبدأ كم ايطالي في الكريمة ديالي بهذا الشكل هذا وانا كنعطيها الشكل دائري ومسطح. نحاول نختم بشوية بشوية العملية سهلة جدا. انا كنا نحاول نخدم معكم باي حاجة كتكون عندكم انا التل اطار او اللي واضع اللي تحت وكان وضع عليه راه هو غير ايناء وضعت فوق من واحد صينية صغيرة ووضعت الورق دي للطبخ وضعت فوق من الجنوات ديالي وبتيت كنخدم وهكا كي ساعدني انا كنضور وانا كنخدم في نفس الوقت. يعني مشي الشرط ان يكون عدنا بزف ديال ديال الحلويات باش نخدمه هكا بحالة النوع ديال الكيكات. فكن نخدمه بذلك شي اللي متوفر عندنا ما كنجتهدوش بزيف يعني اي حاجة توفرت عندنا وكسوفي بالغارض فاحنا كنخدمو بها. طب ما ايطالي اه الكيكة اللولة ديالي كيف ما شفتو هنا غديت عودتاني كيمية اخرى من الكريمة بيضاء وضفت لها هنا اه النكهة ديال الحامض ديال الليمون الحامض كيف ما كتشفوا معي وكنخلطها شوية هكا بشوية حتى كتاخد لي اللون الاصفر بهات الشكل هادا وغدي نبدأ بنفس العملية عودتاني غناخد جين وازو حد اخرى دائرة صغيرة وكنوضع فوق منها الكريمة ديال الحامض كنسقيها قبل وكنوضع فوق منها الكريمة ديال الحامض. سوفي وقد ناخد جين وازو حد اخرى وقد نوضع فوق الكريمة ديالي وقد نسقيها بنفس الطريقة بسيرو وكنوضع الكريمة اللي بنكهة الحامض مرة اخرى وكنحاول نسرحها هكا على الجين واز ديالي وغادي نغطيها بجين واز تالتة مرة اخرى وكنضغط شوية باش هكا كتاخد ليالا فوق تكون مقاددة. نسقي الجين واز ديالي مرة اخرى وكنوضع الكريمة البيضاء كيف مما كتشوفوا معي. ممكن هنا ما تضيفوش الجبن تخليه الكريمة غير عادية كتطلبوها كتطلعوها حتى كتطلع تولي على شكل شانتيه وكتخدمو بها بدون اضافة الجبن كتبقى خطوة اختيارية انا كننبغين نغنيها شوية الكريمة ديالي تكون غنية فاضفت ليها جو جديد ملاعق كبار ديالي الجبن بدون سكر او بدون ملح صافي وكن ايطاليها بالشكل هذا تكتاخد هي اه شكل مسطح وكنزولة وكنبدأ في الثالثة هنا اخذت الجين واز ديالي كيفما كتشوفو سقيتها هنا اخذت شوية ديال الكريمة ضفت لي الملوين ازرق بهذا اللون هادا كيفما كتشوفو وكنوضع الكريمة وكنعود نغطي بجين واز وكنسقي وكنوضع عود ثاني الكريمة باللون الازرق كيفما كتشوفو معايا. نحاول نقطعها على الجين واز ديالي حتى كتغطى وكنعود نغطي الطرف اخر ديال جين واز كنستمر بنفس الطريقة هنا غادي نغطي او لو غادي ايطالي الميني كيك ديالي باللون الازرق هكا باش كيكون عندي وحد الفرق بين الجين واز او لبيل الميني كيك ديالي. اللون الازرق قد يعطي وحد اللون رائع غدتشوفو ان شاء الله في الاخير. يعطي الشكل رائع اللي ميني كيك ديالي. سوف نخلي على الجنب ونزل الرابعة. خذت شوية ديال الكريمة ديالي وضفت لها شوية ديال الشوكولاتة ديال الدهن. سخنة شوية في واحد المقلات. وضفتها باش كنت تطلق معايا. ضفتها للكريمة ديالي. اعطتني اللون ديال الشوكولاتة. واخذت جين واز واحد اخرى. وغادي نسقيها بالسيرو بنفس طريقة. وغادي نوضع الكريمة ديالي اللي ضفت لها شوكولاتة ديال الدهن. وهنا خذت واحد البيسكويت بالشوكولاتة هو وقطعته طريفات صهار وضفتها كاف الواسط. هنا بقوا ليا ديالجين واز قطعتهم بالشكل دائري كيفما كتشوفو. غادي نوضعها هنا في الواسط وغادي نسقيها بنفس طريقة ونغطيها بالكريمة ديالي اللي معها شوكولاتة ديال الدهن. كيفما كتشوفو معي غادي نوضعها. غادي نوضع فوق منها الجين واز الاخيرة. قبل ذلك وضعت البيسكويت اللي قطعته كيف قلت لكم. تبقى اخطوة اختياري هادي. وغادي نغطي بالجين واز وغادي نسقيها مرة اخرى. وغادي نوضعها بالكريمة البيضاء. سوف نوضعها بالكريمة ديالي كاملة كيفما كتشوفو. حتى غادي تغطي لي الجين واز كاملة ما تبقى اشتبان. تغطان زيان. كتلبس كلها بالكريمة. سوف نبقى كن اي طالي في الميني كيك ديالي. ونغطيها كاملة. نغطي الجين واز وش ما تبقى اشتبان. كتلبسيها كلها بالكريمة البيضاء. وغادي نوضعها على جانب كيفما كتشوفو معي. اخضيت واحد البلاطو وضعت فيه لي ميني كيك ديالي بربعة. وغادي نوضعه في المو حتى غادي يقصحوا لي شوية باش اكا بنا نوضع فوق منهم الزين ما يوقع ليش او لا ما يطيحش. هنا خضيت واحد شوية ديالي الناباش تقريبا ملعقها كبيرة ونصف. وضعت فيها اه ترتف فوق النار حتى كتد تدخل لي شوية اوضعت فيها منانكها ديال فاولة كيف ما كتشوفو معي. بديت كان نوضعها هاكا في الجوانب باش كتعطيني ديالي خيوط هاكا كهبطين في الجوانب ديالي مني كيك دياولي. يجي شكل اخذت الكريمة البيضاء قدرتها في الجيب الحلواني نضع ريضات على الحواف الميني كيك نضع هذا الميني كيك ريضات على نكهة وكفة اخبار من نكهة نضيف الميني كاك الثانية وضيفت الشوكولات نضيف الملعقة السائلة وضعها على الجوانب نغطي الجواني بوريدات الكريمة البيضاء نضع الشوكولات نضع الشوكولات نضع الشوكولات عندكم. كندزول الشكل الثالث. هنا غادي ناخد شوية دي الناقش كيف ما كتشوفو غادي نسخنه شوية وضفتليها الروح اولى النكا ديال الحامض. وغادي نبدأ كنهبط فيها كامل الجوانب. كيعطيني واحد الشكل زوين للميني كيك ديالي وكيعطي واحد الماداك خطير خطير جدا النكا ديال الحامض. انا شخصيا كتعجبني بزاف. فلي كيك كاملين النكا ديال الحامض قدي يزوينا بزاف. سافي غادي نحاول نهبط هكا مع الجوانب كتزين. وغادي نوضع الثاني الكريمة ديالي في لابوش اولى في جيب الحلواني. وغادي نمضح نوضع هكا الوريدات في الجوانب. والليس بقالي من النكا ديال الحامض غادي نوضع هكا في الواسط. سافي غادي نزين آآ ميني كيك ديالي كيف ما كتشوفوا معي. عفوا نبشت لي راضرا. غادي نزين ميني كيك ديالي بالحامض. طريفة ديال الحامض هكا كغافيل بان هاد اللي ميني كيك رهي ديال الحامض. زين كيبقى اختياري وكل سيدر كتفنن في زين ديالها. هنا غنضوزو للشكل الآخر اللي باللول الأزرق كيف ما كتشوفوا معي. اخذت شوية ديال ناقش سخنته شوية وضفت ليه الملوين أزرق. وغادي نوضع هكا على الجوانب بنفس الطريقة اللي ضفنا آآ بها الزين بها اللي ميني كيك اللي ولين. كنحاول ننبط هكا مع الجوانب بشكي اعطينا وحات الشكل الزوين. وغادي ناخد الكريمة بنفس الطريقة. وغادي نوضعها في جيب الحلواني وغادي نبتك نوضع وريدات هكا على الحواف. صار فيك ندور الميني كيك ديالي كلها كبرل وريدات هادو. يجي زوينين هادو. هكا كتبلك صغيرة للميني كيك. ولكن رأي يكلو فيها جرد نس ولا ثلاثة واخا صغيرة ما شاء الله مع ثلاثة ديال الطبقات وعمرة بلكريمة ومزينة من فرها كتجي يعني كتعطي الكمية يعني يكلو فيها جرد ناس ولا ثلاثة. وغادي نبتك والدي ديال 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 صدقوني لبنتي اللي جربتوها رغادي تعجبكم غادي تعتمدوها كتحضروها في مناسبة تيرولي داتكم. وديال العائلة وفي اي مناسبة وهذا والشكل نهائي كيف ما كتشوفوا معايا ديالي ميني كيك كوريا اللي ديال ديال دجف مواقع التواصل الاجتماعي وكتجي لديده لديده بثاف صدقوني هادي بلنك هادي الفارولة كيف ما كتشوفوه هادي بلول الازرق كيف ما كتشوفوه حتى يكتجي سوينا زي انت بحو بيبة شوكولة وهادي ديال الحامض كتجي خاطيره في المذاق وهادي ك اللي بالشوكولة تايزي انت بالبيسكويت. سمن ان شاء الله يعجبوكم هادي ميني كيك وتجربوهم تخلي لي ويا رأيكم رأيكم في التعاليق رأيكم كي همني بزاف وكيسعدني انني نقرأ تعليق ديالكم وإلى اللقاء فيديو جديد ووصف جديدة ان شاء الله